تخيل معي أنك نمت وحلمت بسمكة جالسة قدامك تلبس ربطة العنف وما تتكلم إلا بالفرنسية وداخلة معاك في نقاش مهم توقع عنيش عن طبقك المفضل أحلام غريبة مثل هذا الحلم أو أغرب منه بعد ممكن تتقبله بسهولة لمجرد أنك نايم وتحلم الأحلام مفتاح لعالم غامض مليء بالخيال والإثارة لأن العقول تنتقل إلى أبعد ما يمكن من أنك تتخيله لقرون طويلة أثارت الأحلام فضول البشر وجذبت اهتمام العلماء والفلاسفة ومع ذلك جوانبها الصحية تظل محط اهتمام دائم إلى يومنا الحالي تعد الأحلام تجارب ذهنية أو سلسلة من الصور والأفكار والعواطف والأحاسيس التي تحدث عادة بشكل لا إرادي في العقل خلال مراحل معينة من النوم لكن يظل السؤال ليش نحلم بأحلام غريبة وغير منطقية كشفت فرضية جديدة طرحها إيريك هول أستاذ مساعد وباحث في علم الأعصاب بجامعة توفيتس الأمريكية في دراسة جديدة نشرت في مجلة باترنز العلمية تقول أن الأحلام السريالية تساعد على ضبط تصور الدماغ للواقع اليومي من خلال تقديم محفزات غير متوقعة وفوضوية بالنسبة لنا بمعنى آخر أن الدماغ يظهر لنا واقع لكنه مشوه خلال الأحلام طيب ليش كذا؟ عشان يساعدنا على فهم واقعنا الحقيقي بشكل أفضل وعشان يكسر النمطية والرتابة في اليوم الواقعي كما يعتقد العالم هول أن العقل البشري يقوم بهالأمر عشان يبقي الدماغ على أتم الاستعداد ويقول أيضا الحياة مملة في بعض الأحيان والأحلام موجودة حتى تمنعك من أنك تتعود على هذا النمط الممل وتصبح جزء من نظام الرتابة في العالم هذا على حد قوله تعد هذه الفرضية مثيرة لتساؤلات كثير من العلماء لكنها لم تختبر حتى الآن لأنه باختصار ما توجد آلية لقياسها حتى الآن لكنها كما ذكر العالم هول تفتح فضاء أوسع لفهم طبيعة عمل الأحلام وأهميتها التطويرية لدى البشر دمتم بصحة ونشوفكم على خير بالحلقات القادمة والسلام عليكم